تعد محمية السلاحف في رأس الحد بولاية صور واحدة من أهم المعالم السياحية المميزة في سلطنة عمان وتحتل مساحة 120 كم مربعا من أراضي ساحلية وعلى امتداد الساحل الذي يبلغ طوله حوالي 40 كم وتضم هذه المحمية أكثر من 20 ألف سلحفا لأنواع مختلفة لذلك أطلقت هيئة البيئة العمانية برنامج ترتل كوماندوز لحماية ومراقبة ورصد السلاحف البحرية نحمي هذه الثروة حماية ورقابة لهذه الثروة الطبيعية اللي هي السلاحف البحرية لأن من أصل سبعة أنواع سلاحف بحرية في العالم سلطنة عمان تزورها خمسة أنواع فهذا يعني يجعل سلطنة عمان من أهم ثلاث مواقع في العالم للسلاحف هذا البرنامج يسعى إلى حماية هذه السلاحف من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير سلوك الأفراد تجاه هذه الكائنات من أهداف برنامج ترتل كوماندوز هي توعية المجتمع خاصة المجتمع المحلي بأهمية السلاحف البحرية لأنها كونها ثروة طبيعية تزخر فيها سلطنة عمان كذلك تشجيع فئة الشباب على التطوع البيئي نظافة الشواطئ من أهداف لأن الحملة والشباب المتطوعين اللي شاركونوا يقوموا بتنظيف الشواطئ ترتل كوماندوز يهدف أيضا إلى تشجيع فئة الشباب على التطوع البيئي وذلك من خلال مشاركة المئات من المتطوعين في البرامج المتنوعة لحماية السلاحف التي أصبحت مهددة بالانقراض بسبب مخلفات البلاستيك على الشواطئ والتلوث البيئي عبد الرحمن العصيمي من ولاية صور العربية